مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب دايما بنواجه بهذا السؤال لماذا أربعة أناجيل؟ ولماذا ترفضون أن تضموا إلى الأناجيل مجموعة أخرى من ضمنها إنجيل برنابة؟ ولماذا ترفض الكنيسة إنجيل برنابة؟ وعلى أي أساس يعتبر إنجيل برنابة إنجيل مزيف؟ بدأنا الإسبوع اللي فات نتكلم شوية عن إنجيل برنابة لكن الوقت لم يسعفني أني أقدم كل شيء عن إنجيل برنابة وأتمنى النهاردة أقدر أني أكفي شوية وأقول شوية أكتر عن إنجيل برنابة وعش كده موضوع حلقة اليوم هو بعنوان إنجيل برنابة خرافات وأساطير وتعاليم خاطئة خرافات وأساطير وتعاليم خاطئة خليني الأول أبدأ بشهادة ومن ضمن هذه الشهادات اللي هبدأ بيها أو الشهادة اللي هبدأ بيها هبدأ بعد كده أحلل الكلام اللي تقال في الشهادة ده وأبينه لحضراتكم واحدة واحدة هبدأ بيها شهادة الكاتب والمفكر المصري المشهور عباس محمود العقاد صاحب أشهر كتب أو أشهر كتاب عن شخص المسيح كان يسمى عبقرية المسيح ماذا قال عباس محمود العقاد عن إنجيل برنابة ومن هذه الشهادة هنطلق إلى التفاصيل اللي عايز أقدمها النهاردة عن إنجيل برنابة ولماذا يعتبر إنجيل برنابة هو مجموعة من الخرافات والتعاليم الخاطئة التي لا يمكن أبدا أن تتماشى مع الإيمان المسيحي يقول عباس محمود العقاد تتكرر في هذا الإنجيل بعض أخطاء لا يجهلها اليهودي المطلع على كتب قومه ولا يرددها المسيحي المؤمن بالأنجيل المعتمدة في الكنيسة الغربية ولا يتورد فيها المسلم الذي يفهم ما في إنجيل برنابة من المناقضة بينه وبين نصوص القرآن يعني عايز أقولين إنجيل برنابة يتعارض مع اليهودية يتعارض مع المسيحية ويتعارض بشكل واضح أيضا مع نصوص قرآنية فإن الزيادة قد تكون بقلم يهودي أو مسيحي أسلم فأحب أن يعدل الكتاب بما يوافق معتقده ولم يشملوا كله بالتعديل لصعوب التعديل كتاب كامل على نصق واحد فبقيت فيه مواضع التناقض والاختلافات يعني اللي بيقولوا إن الكاتب أتى من خلفية يهودية أو مسيحية كويس؟ هو كاتب شخص أسلم فأحب أن يعدل الكتاب اللي هو الإنجيل أحب أن يعدل الإنجيل بما يتوافق مع معتقده الإسلامي لكنه لا يستطيع أن يعدل كل الإنجيل فعدل بعض المواقف وعشان كده بنجد مواضع التناقض والاختلاف واضحة جدا كويس؟ فالنقطة هنا النقطة هنا إنه دي شهادة شهادة بتؤكد لنا أنه حتى المسلم لا يعتد بإنجيل برنابة وأي واحد مفكر ودارس يقرأ إنجيل برنابة هيصل إلى هذا الملخص عن إنجيل برنابة طيب أجي إلى نقطة أخرى يتعارض هذا الكتاب مع الأنجيل الأربعة في عدة أمور مهمة الأنجيل الأربعة بس مش بكلم عن العقيدة المسيحية بشكل عام لكن بكلم عن الأنجيل الأربعة بصفة خاص ما هي مواضع الاختلاف وتعارض هذا الإنجيل مع الأنجيل الأربعة أول حاجة إنكار يسوع لإلوهيته هذا يختلف عن الأنجيل الأربعة التي يعلن فيها يسوع صراحة أنه المسيح ابن الله كويس؟ لكن هذا الإنجيل حتى التعبير ابن الله حتى التعبير المسيح منتزع من المسيح بل المسيح لا ينسب لنفسه بل ينسبه لآخر إنكار يسوع لألوهيته تاني حاجة قول المسيح أن الذبيح هو إسماعيل ابن إسحاء وهذا يتعارض مع اليهودية ويتعارض مع المسيحية والإسلام لا يجزم فيه أمرا يعني الأمر مطروب في الإسلام لكنه يتعارض بصريح العبارة مع الإيمان اليهودي والإيمان المسيحي أن الذبيح هو إسماعيل الكتاب واضح جدا في العهد الأديم وفي العهد الجديد إبراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وحط اسمه إسحاق كويس دي حاجة حاجة الثالثة التي يختلف فيها أيضا هذا الإنجيل عن الأنجيل الأربعة المسيح الآتي هو محمد وليس يسوع المسيح الآتي ليس يسوع بل هو محمد والمسيح يقول عن نفسه أنه ليس هو المسيح وعندما قيل أنه هو المسيح قال لا أنا لست المسيح لكن المسيح سوف يأتي من بعدي وهذا المسيح يذكر عنه في إنجيل برنابا أو المسمى خلينا أقول أنا بقول إنجيل برنابا لأنه لست مقتنع يعني بأنه إنجيل لكنه أنا بقول التعبير العام المتدارج المتعارف عليه هذا الكتاب لكنه هو يدعي أنه إنجيل لكنه ليس إنجيل ليس إنجيل كويس المسمى إنجيل برنابا حاجة الرابعة يسوع لم يصل ولم يمت بل نظرية الشبيه موجودة في إنجيل برنابا بصورة واضحة جدا والشبيه معرف أنه يهوزة يعني النهاردة لما تبص على النظريات الإسلامية المتعلقة بفكرة الشبيه تجد نظريات متعددة كثيرة جدا سمعاني القيرواني يهوزة مش عارف أحد لا نظريات كثيرة جدا إذا كان الإنجيل ده مكتوب قبل الإسلام زي ما هما بيدعوا ومكتوب فيه أن الشبيه هو يهوزة لماذا يختلف علماء المسلمين إلى النهاردة حول شخصية الشبيه؟ لا سؤال مطروح طيب برنابا الحقيقي وبرنابا المزيف هناك فرق كبير جدا ما بين برنابا الحقيقي وبرنابا المزيف اللي كاتب هذا الكتاب برنابا الحقيقي لم يكن ضمن تلميذ المسيح الاثنى عشر واضحة اقرى متة اقرى لوأة اقرى مرؤس عن أسماء تلميذ المسيح ليس فيهم أبدا برنابا برنابا المزيف برنابا المزيف اللي ممنسوب إليه هذا الإنجيل بيدعي أنه كان واحد من ضمن تلميذ المسيح الاثنى عشر كويس دي حاجة ده نقطة اختلاف برنابا الحقيقي كان من صبت لاوي عايش في قبرص مقيم في قبرص اللي بيطلق عليهم يهود الشتات كويس يهود الشتات زي ما كان فيه يهود في اسكندرية كان فيه يهود أيضا عايشين في قبرص ما كانش عايش في أرشاليم كان ممكن يزور أرشاليم زي أي يهودي في الأعياد والمناسبات المختلفة التي تطلب فيها الرجل اليهودي أن يعيد في أرشاليم لكن أساسا كبرصي يهودي وكبرصي الجنس برنابا المزيف يقول عن نفسه أنه كان عايش في اليهودية وكان عايش مع يسوع ومع تلاميذ يسوع برنابا الحقيقة من أول المؤمنين الذين قبلوا يسوع المسيح المخلص وقبلوا الإنجيل الذي هو أن الله كان في المسيح يسوع مصالح نفسه للعالم أن المسيح مات من أجل خطيانا وقم من أجل تبريدنا أبل برنابا أن المسيح مات وأبل أيضا من هو يسوع وقبل أيضا قيامة المسيح فصار أحد المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى بيسوع المسيح برنابا المزيف أدعى أن المسيح أخبره بأمور سرية لا يوجد أبدا هذا الأمر ولم يخبر المسيح أي من تلاميذ بأمور سرية لوحده كويس برنابا الحقيقي كان رفيقا لبوليس في رحلته التبشرية الأولى وكان له دور كبير مع بوليس هو اللي أتى ببوليس وعرفه على التلاميذ هو أيضا الروح القدس قال لي إفرزوا برنابا وشاول الخدمة وسط الأمم كويس وذهب مع بوليس في رحلته التبشرية الأولى اختلف مع بوليس في أمر واحد وهو أن بوليس رأى أن مرقص ما ينفعش يطلع معنا الرحلة التبشرية التانية برنابا قال لا مرقص لازم يطلع معنا مرقص لازم يطلع معنا فبالتالي نقطة الاختلاف ما كانتش نقطة عقائدية نقطة الاختلاف كانت نقطة مرتبطة بمرقص يطلع معنا ولا ما يطلعش معنا طيب برنابا الحقيقي رفق بوليس في رحلته التبشرية الأولى عاش وخدم ومات مؤمنا بالمسيح يسوع المسيح الذي أتى لخلاص الإنسان محور رسالته ووعزه وتعاليمه كان أن المسيح مات وقام من أجل خطيانه كويس طيب أنا هاخد مداخلة سريعة من الأخت في ريال ونرجع نكمل مع بعض ألو أخت في ريال ألو طيب يبدو أن الخط وقع أخت في ريال ألو أيوة نعم نعم أهلين بيكي أهلين بيكي أهلين بيكي الفاضل سلام نعمة المسيح سلام نعمة أخ أشرف أنت راح تكفي وتوفي كالعادة عن الموضوع ربي باركك شكرا أحب أن أقول بسرعة لأن أعرف عندك موضوع الدسم أنه هذا أنا ما أسمي مثل حضرتك قلعة ما أسمي إنجيل وإنما هرطقت وأكاذيب برنابة لأن الإنجيل هو الخبر الصار اللي هو من التكوين إلى سفر الرؤية يتكلم عن الرب يسوع المسيح له كل المشد وإنجيل المسيح لأنه هو قوة الله للخلاص لكن هذه كلها هرطقة وكلها أكاذيب ثم أيضا أنه إنجيل اللي ملا برنابع لمن لا هو حقيقة إبليس لأنه إبليس هو كذاب وأبو الكذاب وثانيا لمن يتهمون الكتاب المقدس بأنه محرف فهو أي شخص يتهم الكتاب المقدس أنه محرف هو ما عنده لا دليل ولا برهان والأدلة كلها يتهمون الله لأنه كاذب ومزور وما يحفظ كلامه إيش معنى؟ هو حفظ كلام كتابه ولكن ما حفظ كلام الكتاب المقدس ثم ياريت أن يجوابون على هذه الأسئلة هو منو حرف الكتاب المقدس؟ ولماذا؟ وماذا تحرف؟ وماذا كان قبل التحريف؟ هل عندهم نسخة واحدة أنه اتحرف الكتاب المقدس ونسخة واحدة من الكتاب الأصلي فدائما يقولون الأخوة المسلمين البيّنة على من ادعى فبدلا من هذه الأكاذيب والخزعبلات يجب أن يعترفون بأنه كل إنسان هو شرير وخاطئ وكلنا خطاق وهو يحتاج إلى توبة وإلى مخلص بدل أن يتهم الكتاب المقدس بأنه محرّص وعجز الإنسان ولو بدليل واحد أن يثبت بأن الكتاب المقدس هو محرّص وعلى سبيل المثال إذا هم مقتنعين بأنه نابا هو اللي كتب عن محمد طيب لنفرغ أن محمد موجود اسمه ماذا فعل محمد للبشرية؟ هل أعطاك الحياة الأبدية؟ هل خلصت من جهنم ونار بئس المصير أبداً أبداً؟ لأنه هو لا كان يعرف وين راح يروح لكن الرب يتوقع المكي هو المخلص والرب يرحمكم ونصلي من أجل خلاصكم وحياتكم الأبدية شكراً أخ أشرفه الرب يباركك طيب أنا هاخد مدخلة أخرى سريعة من الأخ برنابة وأرجع أكمل مع حضرتكم عندنا مادة كتير أنا نفسي أن أقدم كل اللي عندي لأنه اللي موجود مهم جداً إن إحنا نقدر نغطيه بقدر الإمكان سلام عليكم سلام ولا أهلاً وسلام إزيك يا دكتور أشهر أهلاً وسلام أخ برنابة كيفك الله يا عزك ويكرمه شكراً لك تحياتي لك والمتابعين في الكرام طبعاً أتكلم على طول كده عشو الخطر إيه أنا بسمعك عن طريق الموبايل والصوت كان مقفول عندك فمتعرف أسمع كل حاجة طيب لكن أنا سمعت في البنز الأولاني حضرتك كنت بتتكلم عن الدكتور عباس محمود العقار أو الأستاذ عباس محمود العقار طبعاً لحضرتك قلت دوت فعلاً موجود ولكن أتمنى من حضرتك طبعاً سمعني كويس آه سمعك سمعك شكراً لك أتمنى طبعاً اللي بيسمعني يدخل بس على قناة إنجيل برنابة أو يكتب كده في السيرج إنجيل برنابة وعباس محمود العقار بس المدد اللي تطلع له يسمحها وبعدها يشوف اللي يشوفه لكن أنا هقولي اللي مكتوب أمامي الآن من يوميات عباس محمود العقار أوكي أنا 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 عشان المرة الفاتي تخدمنا وقت كثير خليني بس خليني بس أسألك سؤال يعني أنا عارف إن أنت بتؤمن بإنجيل برنابة كويس سؤالين اتنين في أعتقادك كمسلم مش أنت مسلم بردو نعم طيب في أعتقادك كمسلم السماوات كم واحدة السماوات في الإسلام اللي ربنا حددها اللي هي سبع سماوات طباقا اللي هم طباقا سبعة السماوات عند حضرتك كم بقى في المسيحية لا السماوات في إنجيل برنابة كام ما أنا بقول لحضرتك لا السماوات في إنجيل برنابة كام أنت بتؤمن إنه النص بتاعك المقدس يعني القرآن أقول والله بس سويني بس أنا عشان الوقت أنا نفسي أقدم كل الحاجات اللي عندي فأنا ده دي نقطة هل أنت كمسلم بتقبل إن السماوات عشرة ولا السماوات سبعة دي حاجة خليها معاك تاني حاجة تاني حاجة تاني حاجة هل تقبل كمسلم أنه كل الخليقة كما يقول إنجيل برنابة أن الله خلقها من أجل رسول الإسلام يعني كل الخليقة خلقت لأجله وكل المخلوقات خلقت لأجل رسول الإسلام هل ده اعتقادك طب أنا بس عاجة أنت سبعتني فالديني مجال أجاوم يا دكتور أنا ما جاوبتش لسه كويس أنا 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 ممكن أديلك بالزبط دقيقتين علشان فعلا عندي مش عايز وقت الحلقة يديع لكن عندك دقيقتين قدم فيهم اللي انت عايز تقوله وأنا هبقى معاك طيب بالنسبة للأستاذ عباس محمود العقاد في نفس الكتاب اللي أخيب بتتكلم عنه اللي هو يوميات العقاد على فكرة ده مش في كتاب أنا ما جبتش من كتاب دي جريدة الأخبار بتاريخ أنا كنت كاتب التاريخ قدامي في البوست لكن سنة 59 كويس السؤال اللي حضرتك بيقوله ده هو اللي موجود في يوميات العقاد السؤال موجوده هو حتى بدايته بيقول قرأة انجيل برنابة تركامة الدكتور الفاضي الخريف سعادة أنا بقوله حضرتك دلوقتي هو بيقول قبل اللي انت وقلت دلوقتي بيقول ايه وقد كتب برنابة انجيلا لا شك فيه ده مين ده الأستاذ عباس العقاد بيقول قد كتب برنابة انجيل لا شك فيه والحقيقة ان هذا الانجيل لم يكن مجهولا قبل القرن الخامس ما كانش مجهول لا موجود وقد دل حضرتك بيرجع ويقول في نفس الجزء اللي انت قلت بيقوله ولكنها زيدت لإلقاء الشبهة ووقف صرايانه بين طواقف من الطواقف او طائفة من الطواقف ده في نفس الجزء اللي انت قلت بيقوله سوري يبقى الدكتور عباس محمود العقاد غير رأيه فيما بعد كتب الكتاب ده وبعدين غير رأيه في جريدة الأخبار وقال لنا ان الكتاب دوا ما يصلحش ده ده قطناعي كويس لا يا استاذة هو انت قلت باير رأيه هو انت بس من قلت كلامه انتوا لم تنقنوا كلامه كلامه يا حبيب ماشي انا انت دلوقتي ما جاوبتنيش على الساموات العشر هتدي لك اخر فرصة تجاوب على الساموات العشر هل الساموات العشر ولا سبع لا ما هو احنا خلصنا دقيقة خلصنا دقيقة طيب الدين الدقيقة اللي باقية جاوبني على السؤال دوا عشان عشان هجاوب والله هو بس انت عارف الكلام لما بيتردد بيني وبينك مش هينفع لكن اديني مجال الديقة ستين ثانية واخلص فبيقول ايه وخلاصة الرأي بعد مرحصة جميع الاحتمالات ان انجيل برنابا كان انجيل موجود في القرن الثاني للميلاد اولا اولا لا يوجد دليل على هذا لا يوجد دليل هاتلي دليل واحد هاتلي مخطوطة وحدة قديمة او نسخة من مخطوطة او حتى قصاصة من مخطوطة موجودة بتقول هذا الكلام ولا يوجد ابدا حاجة اسمها انجيل برنابا كانت موجودة ادخل حضرتك على موقع الانباتاك لو اكتب انجيل برنابا ستجد فيه المخطوطة يعني سالة تلتمية خمسة وعشرين واخد بالك كان موجود انجيل برنابا وتم يعني استبعاده بطريقة لا كان موجود انا اريد انا اريد الانباتاكلا اكتب بس كده وشوه انا اريد الانباتاكلا ماشي كمل 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 مع ان كلام ده غير صحيح بس كمل انا كل ده انا عرضه في المادة اللي انا عملها بتاع محمود عباس العقاد وقبلك برضو ما جاوبتيش على السماوات ما جاوبتنيش على السماوات ما انت هتدخل امتى لان انا وقت قرر بيخلص اما بالنسبة للسماوات يا غماعة الخير السماوات المسيحية لم يعرف ثلاثة ولا اربعة في القرآن الكريم ربنا حدد سبع سماوات انطباطة في انجيل برنابا نفس القصة ولكن ايه اللي حصل ان سماء الدنيا ليست من السماوات السبع فحينما قال برنابا تسعة مش عشر زم حضرتك عشر ليه تسعة لانه الاخيرة العشرة الجنة صدقني الكلام ده مش مظبوط خلاص انا هجيب لك الناس انا هجيب لك خلاص هجيب لك الناس هجيب لك الناس اتس اوكي هجيب لك الناس اخرى علينا النص اكرأوا لنا لا لا انا اجيب لك الناس وانا النهاردة وانا بقادي اذا طلع كلام حضرتك يا استاذ اذا طلع كلام حضرتك صح انهم عشر في انجيل برنابا اشهد الله اني اترك الاسلام اشهد الله اترك الاسلام كويس ماشي هو التسعة خلينا اقولك التسعة ايه بقا خلينا اقولي التسعة كمل التسعة يا سيدي هو بيقول للوقت سماء الدنيا ليست من السماوات السبع وعندك سبع سماوات انطباقة اصبحوا تمانية وعندك الجنة التي سوف نرى فيها الله سبحانه وتعالى اصبح تسعة اقرأ عليكم النص اذا حبيت ممكن اقرأه اتفضل هذه النصة هو واصحاح 105 بيقولي الات هذه 105 بسم الله الرحمن الرحيم اهو ان الله لا يدركه قياس ربنا لا يدركه قياس الى حد اني ارتهت من وصفه ولكن يجب ان اذكر لكم قضية ايه هي بقى القضية فاقول لكم اذا ان السماوات تسعة اهو وبعدين كمل وانا بعضوها يبعد عن بعض كما تبعد السماء والا عن الارض التي تبعد عن الارض سفر 500 سنة ده بالضبط زي ما سيدنا النبي قال ما بقى الا السماء والسماء 500 سنة وهذا يعني تسعة يعني تسعة من السبعة وهو تسعى انه اضاف الجنة واضاف سماء الارض مين قالك مين قالك ما عندكش كده في القرآن ما عندكش كده في القرآن يا سيد الفاضي عندي في القرآن كده بس الناس لم تنتبه لها من تنتبه لها قالوا هذا صحيح 100% خليني أشكرك أولا على مدخلتك خليني أنا أكمل ولو عند حضرتك تعليق في الآخر ممكن أبقى سعيد طيب المدخلات النهاردة شكلها كتير معلش خليني ناخد المدخلة دي أخد المدخلة دي بسرعة وبعدين نرجع نكمل هلو هلو أيوة أيوة أخي جيرجيس أهلا بيك أهلا أنا أهلا على كده أهد فضل حضرتك ما تعبش نفسك بيكذبوا بأي صورة علشان يثبتوا كلام الإسلام أبونا زكريا رد عليهم رد قاطح في الموقع قال لهم ما جيبوا أنجيل برنابة وتلزغوه مع القرآن وابقى كتابكم مقدسكم هلو الكتاب اللي تشترفوا به أيه أنتوا فصلين لما أنتم محترفين به ومحترفين وكتاب دفواه على القرآن على القرآن وقولوا ده كتابكم مقدس بعد كده الحتة الثانية مخطوطات ناجي حمادي فيها كتب الأبو كريفيا يعني نخافش من حاجة نحن كل حاجة عندنا يعني واضحة واضحة آه فليه اللف والدوران وليه ده قاعد يعني يلف ويدور ويقول عباس محمود العقاد يتكلم وعاوز يغلط عباس محمود العقاد بأي وسيلة علشان يزبط إنه محمد ده هو الرسول ده كل كلامه غلط يعني خلاص انهي الحديث معاه شكرك يعني مرة واحد دخل قال لك الموعز على الجبل بدأنا قال لك المسيح سعد إلى الجبل ليصلي المسيح الموعز على الجبل مجالس سعد إلى الجبل ليصلي آيو آيو قال فتح فيها وعلمها معكذا قائلا مجالس سعدى ليصلي كلهم بيكذبوا وبيكذبوا في النصوص الصحيحة إنجيل برنامى إنجيل برنامى مزور في النصوص يعني بدل ما يقول بدل لازم في السماوات يقول آآ آآ أيها الله آآ الحي إلى آخره ده الصلاة اللي علمها يسوع للتلاميذ فهو بيغير فيه النصوص لغرض فيه يعني أشكرك شكرك كل سنة وانت طايب وانت طايب حبيب باي زي ما قولت المرة الفاتت إنه هذا الإنجيل لم يكن موجودا ولم تكن هناك له أي نسخة تعود إلى قبل ألف سبعمية وتسعة ميلادية ما فيش أي نسخة وعشان كده النسخة الوحيدة اللي موجودة زي ما قلت غلافها مطرس بكتابات وهوامش مكتوبة بالعربي والورق والحبر بتاعها بيأكدوا أنها متأخرة لا يوجد أبدا أي دليل من أباء الكنيسة أو من المخطوطات اللي وجدناها سواء كتب الأنجيل الأبو كريفة أو الغنوسية أو الكتابات الهرطوقية لا نجد أبدا حتى حتى وقت كتير ما بقاش عندنا كتاب بس بقى عندنا واحد من أباء الكنيسة بينتقد هذا الكتاب أو بيكلم ضده فبنعرف إنه كان موجود لكن إنجيل برنابا لم يكن موجودا لا نجد إشارة الإيريناوس تكلم عنه ولا ترتلياني تكلم عنه ولا ضد الهرطقة تكلم عنه ولا يوجد له وجود نهائي يعني ممكن نجد إنجيل تومة ممكن نجد إنجيل تومة إنجيل الطفولة ممكن نجد الأنجيل الأخرى الغنوسية بيتكلموا عنها لكن إنجيل برنابا لا يوجد لا يوجد الأنجيل الوحيدة المعترب بها حتى علماء المسلمين هي الأنجيل الأربعة متة ومرء سلوء أو يحنى زي ما قلت إنه مخطوطات الكتاب المؤدس اليونانية واللاتينية واللاتينية كذلك الترجمات لا تشير من بعيد أو قريب إلى وجود ما يطلق عليه بإنجيل برنابا أكتر من كده الاقتباسات نفسها الاقتباسات نفسها بتاعت إنجيل برنابا من العهد الأديم من العهد الأديم لأنه اقتبس من العهد الأديم لما بنرجع مثلا لكتابات الأنجيل الأنجيل أربعة متة ومرء سلوء يحنى ونشوف اقتباسات متة مثلا من الأنجيل يأما مقتبس من الترجمة السبعينية في معظم الأحوال يأما مقتبس من النص العبري ويس أما إنجيل برنابا فلم يقتبس من النص العبري ولم يقتبس من الترجمة السبعينية لكن كل اقتباساته من الترجمة اللاتينية كانت معتمدة وسائدة في الكنيسة الكاثوليكية وللعبادة الرسمية في الكنيسة الكاثوليكية سيد يعني طبعا القصة بتاعتها معروفة معروف انه الراهب مارينو اراد ان يكون كاردنال الا ان البابا رأى انه لا يصحق ان يكون كاردنال ولا يصحق ان يترقى الى هذه الردبة الكنسية لانه انسان شهواني وحياته لا تعكس ولا طليق بالايمان المسيح فحرموا من الردبة دي وحرموا من الخدمة كلها وطردوا من ان يكون حتى راهب طلع اخونا دوا مارينو اختاز وعمل ايه اعتنق الاسلام على يد بعض من اهل الاندلس المسلمين وتسمى باسم مصطفى العرندي بعد كده انتقاما منه للمساحيين كتب كتاب وسمى انجيل ونسبه الى برنابا وادعى كسبا بانه سرق هذا الانجيل من مكتبة البابا يعني علشان يقول انه الكتاب ده مخبيينه في المكتبة البابا فانا سرقته من مكتبة البابا وجيت اقولكو عليه طيب اجي الى مين هو المسيح في انجيل برنابا يسوع ام محمد رسول الاسلام يدعي كاتب انجيل برنابا ان يسوع ليس هو المسيح نهائي فالمسيح هو رسول الاسلام والادعاء ده اساسا يخالف ما جاء في القرآن لان المسيح سمي بالمسيح ابن مريم يعني ايه المسيح كلمة المسيح دي نفسها كلمة المسيح الممسوح ده النويتد وان الممسوح المعين من الله لهذه الخدمة الممسوح والقرآن لقب المسيح لقب يسوع حداشر مرة بالمسيح فحتى زي ما ألعب بس انه يناقد بيناقد حتى القرآن انا ما يهمنيش ده يناقد القرآن زي ما هو يناقد انا يهمني انه انه ما يجيش يدعي كذبا انه انجيل من الاناجيل الصحيح وهو يناقد ايضا الايمان المسيحي عش كده لما نقرأ نصوص معينة هارالك بعض نصوص لذلك ارسلوا رؤساء الكهنة اللويين وبعض الكتبة يسألوه يسألوا يسوع خلي بالكم الكتبة الرؤساء الكهنة ارسلوا اللويين وبعض الكتبة ليسألوا يسوع قائلين من انت قلنا مين انت فاعترف يسوع وقال الحق اني لست المسيح فقالوا انت اليا او ارمية او احد الانبياء القدماء قالوا بلك التزوير اللي بيعملوا في ماتة 16 كويس من يقول الناس اني انا وقال التلاميذ الى اخره وانتم من تقولون اني انا نص المشهور اوي في ماتة 16 اجاب يسوع كلا حينئذ قالوا من انت لنشهد للذين ارسلونا وقال حينئذ يسوع انا صوت صارخ في البرية يعني سرأوا ايضا عبارة يحنى المعمدان زورها زور عبارة يحنى المعمدان الذي قال انا صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب ونسب هذه العبارة للمسيح لكي يشير المسيح فيما بعد الى رسول الاسلام اي تزوير هذا اي تزوير هذا كويس وقال حينئذ يسوع انا صوت صارخ في البرية في اليهودية كلها يصرخ اعدوا طريق رسول الرب كما هو مكتوب في اشعياء مش اعدوا طريق الرب لا لا اعدوا طريق رسول الرب يعني المسيح بيقول انا لست المسيح كويس قالوا اذا اذا لم تكن المسيح ولا الية او نبيا ما او نبيا ما فلماذا تبشر بتعليم جديد وتجعل نفسك اعظم شأنا من المسيح اجاب يسوع ان الايات التي افعلها الله على يدي تظهر اني اتكلم بما يريد الله ولست احسب نفسي نظير الذي تقولون عنه لاني لست اهلا ان احل ربطات او سيور حزائي رسول الله الذي تسمونه مسيح الذي خلق قبلي وسيأتي بعدي وسيأتي بكلام الحق ولا يكون لديه نهاية تزوير فتزوير 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 خد نص كتابي كويس خد نص كتابي وزوروا علشان يناسب ايمانه الاسلامي بمعنى يحنى هو لقال كده يحنى قال الذي كان قبلي قد اتى كان قبلي فصار قدامي كويس ده يحنى لقال كده اشارة للمسيح يسوع وقال يحنى ايضا المعمدان انه لست اهلا ان انحلي واحل سيور حزائي ده عبارة يحنى المعمدان هذه العبارة مقتبسة موجودة في الاناجيل الاربعة اللي مكتوبة في القرن الاول مقتبسة من اباء الكنيسة في القرن التاني والتالت والرابع هذه العبارة يعلمها كل مسيحي ويعلم من قائلها ويعلم المناسبة التي قيلت فيها ويأتي واحد بعد بعد الف وخمسمائة سنة يزور هذه العبارة كويس وينسبها مش ليحنى المعمدان الذي تكلم فيها عن يسوع بل ينسبها اليسوع لكيما يظهر ان يسوع اقل من رسول الاسلام بقى يا راجل يا راجل سوريا اقول في اللافز يلي ما عندك دم المسيح نفسه ليس اهلا ان ينحني ويحل سيور حزاء رئيس رسول الاسلام يا راجل يا راجل يعني لو عندك عقل لو عندك عقل وضمير وقرنت اخلاقيات المسيح باخلاقيات رسول الاسلام وقرنت حياة المسيح بحياة رسول الاسلام وقرنت القداسة التي لا يمكن ان تقارن بالنور وقرنت الحياة التي لا يمكن ان تقارن بالظلمة تيجي بجراءة وبتزيف وباحتقار للمسيح لكي ما تظهر أنه أقل من رسول الإسلام أي عقل هذا ده أنت عندك حتى القرآن بيأكد أن رسول الإسلام بيطلب الغفران لنفسه أما يسوع فولا مرة طلب الغفران لنفسه أن رسول الإسلام أخطأ أما المسيح فلم يخطئ يعني أنت بتزور فين أنت بتكلم مجموعة هبل يعني بتكلم جد ف ده جزء جزء تاني على فكرة لما تقرأ إنجيل برنامو إنجيل برنامو أنا قريته أكثر من مرة وآخر مرة الأسبوع اللي فات كله 222 فاصل قريته كم المرات اللي فيها المسيح بيحلف بيحلف مسيح بيحلف كم المرات رهيب اللي فيها المسيح بيحلف بكل كلامه كويس فقال حين إذن الكاهن خلينا نرجع للنصب ماذا ماذا يسمى مسيح مين هو المسيح وما هي العلامة التي تعلن عن مجيئه أجاب يسوع إن اسمي مسيح عجيب لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب إن اسم مسيح عجيب خد أشعياء كويس أصحح تسعة ويدعى اسمه مشيرا عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام ونسبها إلى إلى رسول الإسلام لماذا تسأل عن إن اسم مسيح عجيب لأن الله نفسه سماه لما خلق نفسه أولا أولا تعبير أن الله خلق نفسه تعبير لا يليق بالله إحنا نقول إن الله موجود بذاته لما تقول خلق نفسه يعني كان في لحظة الله ما كانش موجود فأخلق نفسه لكنها تعبيرات لا تمثل الإيمان المسيحي ولا العقيدة المسيحية ما تجدش هذا تعبير في العقيدة المسيحية إن الله خلق نفسه إن الله سماه بهذا الاسم لما خلق نفسه ووضعه في بهاء سماوي الله خلق نفسه ووضعه في بهاء سماوي يعني ده قال الله اصبر يا محمد يبقى ربنا خلق محمد لما خلق نفسه يعني هو محمد ازلي زي الله ما ازلي فهيس اصبر يا محمد لاني لأجلك اريد ان اخلق الجنة والعالم وجمعا غفيرا من الخلائق التي اهبها لك حتى ان من يباركك يكون مباركا ومن يلعنك يكون ملعنا عارفين لما يكون لما يكون حرامي غبي يعني حرامي وغبي بالضبط كاتب انجيل برنابة حرامي وغبي حرامي وغبي يسرى العبارات من العهد القديم والعهد الجديد وينسبها الى وينسبها الى رسول الاسلام يعني اولا اولا هنا ينسب لرسول الاسلام انه مخلوق ازلي وانه موجود منذ الازل مع الله كويس وانه ايضا الله خلق العالم له الله خلق العالم لرسول الاسلام خلق نحن علشانه خلق الجنة والخلائق وكل الخلق بتاعته علشانه هو كويس وبعدين يسرق وعد الله الابراهيم ما انا بقول لكم حرامي وغبي يسرق وعد الله الابراهيم لما قال الله الابراهيم اباركك وابارك مباركيك ولاعنوك العنه وينسبها المين ينسبها للرسول الاسلام كويس وبعدين يقول ومتى ارسلتك الى العالم اجعلك رسولي للخلاص متى كان رسول الاسلام رسول الخلاص وايه هو الخلاص هل خلص المسلم مازال المسلم لا يعلم حتى اذا كان هيروح الجنة بعد كل اللي بيعمله ولا لا ايه هو الخلاص خلاص من ايه خلاص من ايه في الاسلام وكيف خلص محمد الانسان لم يخلصه ده بالعكس ده كل ما الانسان يقترب الى القرآن ومحمد يصير اسوأ مما كان تخلينا يا جماعة واضحين كويس وهنا يقول لنا ومتى ارسلتك الى العالم اجعلك رسولي للخلاص وتكون كلمتك صادقة حتى ان سماء والارض تهنان ولكن ايمانك لا يهين ايمانك لا يهين ابدا ان اسمه المبارك محمد يسوع قال كده يسوع ان اسمه قال ان اسم المسيح اسمه مبارك وهو محمد عجيبة عجيبة من عجائب الزمن حنيزن رفع الجمهور اصواتهم قائلين ايا الله ارسل لنا رسولك بقى من المسيح اتكلم عنه وقال ان اسمه كذا فالجمهور يعني تعزى وتبارك وصوت وصرخ لالله ان يرسل رسوله اي لين ايه محمد تعالى سريعا لخلاص العالم امين تعالى ايها الرب يسوع الانبارة اللي موجودة في سفر الرؤية اللي بيختتم بيها يحنى الحبيب سفر الرؤية امين تعالى ايها الرب يسوع سرقها الحرامي كويس وعمل ايه ونسبها لمحمد محمد تعالى سريعا لخلاص العالم طيب على فكرة في النص ده ونص اخر المسيح ردت فعله لما قالوله انت المسيح انه لطم يعني هو انا سجلته عندي في النص في بتاع انجيل برنابا انه المسيح لطم على خده صوت ولما انتهت الصلاة قال الكاهن بصوت عالي ده نص اخر بايس طبعا النص الاولاني زي ما انتلكم موجود في اصحاح 97 وعدد 13 الى عدد 18 بايس ولما انتهت الصلاة قال الكاهن بصوت عالي قف يا يسوع لانه يجب علينا ان نعرف من انت تسكيتا لامتنا الامة صار فيها فتنة كويس والنص ده بيقول انه الرومان الرومان اشاعوا فتنة قائلين ان يسوع هو ابن الله فاغضبوا اليهود فصارت هناك فتنة فالكاهن نادى اليسوع وقال له تعالى اقف هنا علشان لازم نسكت هذه الفتنة اجاب يسوع انا يسوع ابن مريم من نسل داود بشر مائت ويخاف الله واطلب ان لا يعطى الاكرام والمجد الا لله يسوع بيسكت الفتنة اجاب الكاهن انه مكتوب في كتاب موسى ان الهنا سيرسل لنا مسيح الذي سيأتل يخبرنا بما يريد الله وسيأتل العالم برحمة الله لذلك ارجوك ان تقول لنا الحق هل انت مسيح الله الذي ننتظره اجاب يسوع حقا ان الله وعد هكذا ولكنني لست هو لانه خلق قبلي وسيأتي بعدي برضو سرقت عبارة وحنة معمدان ومزورها كويس اجاب يسوع وهنا يسوع بيحلف والعبارة دي انا كان نفسي اعد كام مرة لكن النسخة اللي عندي البي دي اف ما كانتش بتسمح ليه ان انا اعمل سيرش على كام مرة لكن انا عملت علامات كتيرة جدا على كام مرة حلف المسيح وقال لعمر الله كل مرة كان بيكلم فيها ويشك في كلامه او يقول له كان يحلف المسيح لعمر الله الذي تقف بحضرته نفسه اني لست مسيح الذي تنتظره كل قبائل الارد كما وعد الله ابان ابراهيم قائلا بنسلك ابارق قبائل الارد بردو سرقة ولكن عندما يأخذني الله من هذا العالم سيسير الشيطان مرة اخرى هذه الفتنة الملعونة بان يحمل عادي عادمي التقوى على الاعتقاد باني الله بزمتكم كاتب هذه الامور كاتب هذه الامور بينطقت حاجة هتحصل ولا حاجة حصلت حاجة عجباء ولا حاجة هتحصل بالمستقبل والحاجة هوريدي موجودة ومش عجباء حاجة موجودة ومش عجباء لانه الايمان المسيح بيقول ان المسيح هو ابن الله الكلمة الله المتجسد فهو مش عاجبه وهو صار مسلم فلازم يطعن بهذه الحقيقة بسرعة أو باخرى كويس عش كده بيقول المسيح بقى فيتنجس بسبب ذلك كلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبقى ثلاثون مؤمنا حينئذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله الذي خلق كل الأشياء لأجله حتى عبرات العهد الجديد الذي به ولأجله خلقت كل الأشياء مسروعة مسروعة ماسروعة كويس الذي به ولأجله خلق خلقت أو خلق كل الأشياء لأجله الذي سيأتي من الجنوب بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر وسيأتي رحمة الله لخلاص الذين يؤمنون به قل لي إزاي ما جاء الإسلام انتزع سلطة الشيطان إذا كان أساسا رسول الإسلام له جن شيطان وكل إنسان بيرافق جن بس الجن بتاعه أسلم وعيس وسيأتي بحمة لخلاص الذين يؤمنون به وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا كل النبوات العهد الأديم سرقها ونسبها لنفسه يبقى الكاتب الكاتب حتى بيروح إلى أبعد من العقيدة الإسلامية العقيدة الإسلامية التي تؤمن أن يسوع هو المسيح ابن ماريا كميس هو بينتزح حتى لقب المسيح من المسيح وينسبه إلى رسول الإسلام الكاتب كمان بينسب ليسوع الجبن والخوف الكاتب فعلا بيكره المسيح وبيكره المسيحية فعلا من قلبه ويس وعش كده في كل مرات بيحاول أنه يشوه سورة المسيح ويقدم مسيح مختلف عن مسيح الأنجيل هل يعقل أن يصدق إنسان ما أن المسيح كان جبان وخائف المسيح الذي الذي عندما علم بيلاتوس بيلاتوس نفسه خاف المسيح الذي وقف يحاكم وهو الذي يسود على المحكمة لا يستطيع أحد أن يخرج منه كلمة في غير معدها ولا يستطيع أحد أن يكبر على شيء المسيح الذي كان يهاب اليهود وتخاف منه الأرواح النجسة يخاف ويصير جبان يجي هنا الكاتب يعارض كلمات الإنجيل عن يسوع الذي خاف منه بيلاتوس وحتى الأرواح الشريرة وتحد الموج والريح ووقف يحاكم وهم سيطر على كل مجريات الأمور شوف يقول الكاتب بجهل هذا الكاتب يقول بجهل ولما دنت الجنود مع يهوزا من المحل الذي كان فيه يسوع سمع يسوع دن جمع غفير فلذلك انسحب إلى البيت خائفا يعني يسوع أو لما شاف أنه في حس كده جمهور جاي مع يهوزا هرب من بستان جسيماني كويس وطرك تلاميزه وهرب واختفى أنه كان خايف راح البيت وقفل الباب على نفسه ده يسوع غير اللي احنا بنقر عنه اللي قالوا له نحن نريد يسوع نطلب المسيح فقال لهم أنا هو وقال لهم لكم ش دعم تلاميزي عايزين ينا خدوني أنا هو وكمان وكمان في فصل 128 وعدد 98 يقولي فإني وأنا لا طاقة لي أن أخلق ذبابة بل إني زائل وفاني لا أقدر أن أعطيكم شيئا نافعا لأن أنا نفسي في حاجة إلى كل شيء فكيف أقدر إذن أن أعينكم في كل شيء كما هو شأن الله أن يفعل يسوع لا يستطيع أن يعين الإنسان المحتاج من أمتى ألم يقل يسوع تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم مش ده اللي كان بيعين كل المحتاجين مش ده اللي كان بيشفي كل المرضى مش ده كان اللي بيشبع الجوع الجائعين مش ده اللي كان بيشفي البرس مش ده اللي كان بيقيم الموت مش ده اللي كان بينتهر الأرواح الشغيرة ده يسوع ده ما نعرفه عش كده بقولك كاتب إنجيل برنابا يبغد المسيح يقره هو ما قدرش يعمل إنجيل جديد هو يقدر يزور في أقوال المسيح وحياة المسيح ويمزج الحق بالباطل علشان يقدم مسخ إنجيل مزيف يضل ويهلك من يتبعه الكاتب يصادق القرآن على حاجات إسلامية بحتة بيس حاجات إسلامية بحتة بيس على الشهادتين آدم ربنا كتب على إبهام الأيمن لا إله إلا الله وكتب على إبهام الأيسر محمد رسول الله بيس وييجي الأخ برنابة يقولك الإنجيل ده موجود من القرن الثالث أسف القرن الثالث كانوا عارفين لا إله إلا الله محمد رسول الله الوضوء قبل الصلاة الصلاوات الخمس مذكورة قصة آدم وسجود الملائكة له إلا إبليس قصة آدم وسجود الملائكة له إلا إبليس أليست هذه رواية إسلامية لا تمت صلة بصلة لخلق آدم في تكوين اتنين لا هي يهودية ولا هي مسيحية هي إسلامية قصة إبراهيم والأصنام إن إبراهيم كان ولد وأبوه كان بيصنع الأصنام وكان دايما يسأل أبوه طيب الأصنام اللي أنت بتصنعها دي هل تستطيع أنها تعمل كذا وتسعمل كذا وأبو كان بيغضب منه وبعدين إبراهيم لما كبر شوية راح الهيكل وقعد في الهيكل الوسني بعدا لما الناس مشيت وكسر الأصنام وبعدا ما كسرها بإزميل كويس الناس صحي تانيوم لقيت الأصنام مكسرة فقالوا مين اللي عمل كده أبو إبراهيم أبو إبراهيم شاف الأزميل اللي موجود في الهيكل عارف أنه ده ابنه أمر بقتل ابنه قصة كده من الأساطير بتاعة ألف ليلة اللي عمل لا توجد في الطورة ولا توجد في الإنجيل نهائي لكنها توجد في الروايات الإسلامية كلام المسيح في المهد كذلك إنجيل إنجيل الطفولة بتاع يسوع كلام المسيح في المهد ده مش بس بيتكلم عن كلام المسيح في المهد ده بتكلم على أنه لما المجوث راحوا يزوروا يسوع وهو طفل كويس الكتاب هذا يسألنا انه ملاك الرب قال لهم ما ترجعوش الى هيرودس فما رجعوش الى هيرودس وسلكوا طريقا اخر بيس في انجيل برنامى يقولك لا الطفل يسوع اخبرهم ان لا يعودوا فقال لهم ان لا يعودوا الى فقال لهم الطفل ان لا يعودوا الى هيرودس انا اجيل فولة اي انا اجيل الغنوسية طيب الكتب بقى بيعمله في العقيدة المسيحية بيزور ويطعن صراحة في العقيدة المسيحية صراحة اول حاجة بيردد كلام المسلمين اللي دايما بنسمعه ان التوراة محرفة وان الزبور محرف وان الانجيل محرف دا الكلام اللي دايما البغبغانات بيرددوه انه توراة محرفة توراة اليهود محرفة كتاب داود الزبور محرف والانجيل محرف وبيردد نفس الكلام مش كده يقول ايه بيقول كذبا طبعا هو بيضع الكلام دا على لسان المسيح خلي بالكم بيضع الكلام دا على لسان يسوع عشان هو المسيح ما ينفعش بيضع الكلام دا على لسان يسوع اللي بيقدمه لنا في انجيل بنابة كذبا وتزويرا الحق اقول لكم يسوع بيقول انه لو لم يمحى الحق من كتاب موسى يعني الحق اللي كان موجود في كتاب موسى اتمع عارفين واحد بيتكلم لكن ما قدمش اي دليل هو بس هو عايز يزبط الفكرة الاسلامية انه انه القرآن هو الوحيد الذي يعني لم يمحى منه الحق فبيقول المسيح يسوع لو لم يمحى الحق من كتاب موسى لما اعطى الله داود ابانا الكتاب التاني اللي هو عصد الزبور ولو لم يفسد كتاب داود لم يعهد الله بانجيله يعني الله ادى التوراة ففسد فرح مد الزبور ففسد فراح الزبور لما فسد ادى الانجيل كويس لان الهنا غير متغير اذا كان الله غير متغير فكيف يمكن لكلمة الله ان تتغير انت عندك انفصام شخصية انت يعني الكاتب دوا اللي بيكتب عنده انفصام شخصية لان الهنا غير متغير ولقد نطق رسالة واحدة لكل البشر لما هي رسالة واحدة كيف هذه رسالة تتغير انوين فمتى جاء رسول الله يجي ليطهر كل ما فسد او افسد الفجار من كتابي يسوع بيقول كده لما يجي رسول الله هيطهر كل ما يعني افسده الفجار من كتابي طب يلا افسدوه من الانجيل زي ما بيدعي انجيل برنابة ان المسيح تنبأ عنه وزي ما بيدعي كذبا ان المسيح شبها له طيب ينكر لهوت المسيح صراحة ويس وانا اخذ الجزء ده وكمل حلقة اللي جاية لكن اجاب يسوع وقال ما قول لكم في اجاب بطرس انت المسيح ابن الله فغضب يسوع حنائز وانتهروا بغضب قائلا اذهب وانصرف عني لانك انت الشيطان وتحاول ان تسيء الي ويل لكم ان صدقتم هذا لاني ظفرت بلعنة كبيرة من الله على كل من يصدق هذا هل هذا هو يسوع ليس هذا هو يسوع ده يسوع الوهم يسوع الاسلامي المزيف الذي يحاول المسلم ان يقنعنا بانه يسوع الحقيقي انكمل مع بعض الاجزاء دي وانكلم بتفاصيل كثيرة الحلقة اللي جاية لكن العايز اقدمه واقوله النهاردة انه هذا الانجيل لا يمت بصلة من قريب او بعيد للانجيل المسيح الى ان نلتقي سلام المسيح معكم اشتركوا في القناة